كل محافظات مصر يمكن من 2016 لوقتنا الحالي احنا يمكن دخلنا في صرف حوالي 24 مليار انا بكلم بس يعني المبلغ زي ما قلت حيك من 2009 لغاية 2014 كان 670 مليون احنا من 2016 لدلوقتي حوالي 24 مليار فده يبين اهتمام القيادة السياسية بالملف ده اه في الحقيقة احنا واخدين خلاص يعني ان شاء الله على نهاية 2020 نكون كل المناطق العشوائية غير الامنة تم تطويرها فيما عادة يمكن الوقت حيك فيه حوالي 7 مناطق فيه مشاريع هتمتد شوية اللي هي من ضمنها طبعا ويمكن ده مشروع ضخم جدا اللي هو منطية مسلس مسبيره احنا طبعا شغالين فيه الصعيد وفيه الوادي والدلتا يعني فيه مصر كلها كل المشروعات ان شاء الله يعني احنا عندنا في القاهرة ان شاء الله فيه مشروع معا لتطوير العشوائيات ده ان شاء الله من المشروعات اللي هتنتهي يمكن على شهر 6 فيه بشار الخير 2 اسف اهلينة 2 فيه مشروعات انتهت زي رد السيدة والاسمرات بمرحلة 3 فيه مدينة العمال فيه المينيا فيه فيه مشاريع في الوادي الجديد فيه في مرسى مطروح كل ده هينتهي خلال السنة دي ان شاء الله فيه يعني انصت في الصعيد فيه انا يمكن عايزة بس افهم من حضرتك المعلومات زي حيك تقول انه على نهاية 2020 المفروض كل المناطق اللي تم تحددها تكون انتهت في عملية التطوير تطوير العشوائيات يعني ماذا يعني ان احنا في 2030 نعلن مصر خالية من العشوائيات ايه الفرق بين 20-20-20-30 20-20 اللي هو المناطق العشوائية غير الامنة اللي انا قدت الحقيقة اللي هم 357 منطقة احنا انتهينا من 298 منطقة الى الان وشغالين في 59 منطقة دول اللي احنا شغالين فيهم في الوقت الحالي ده اللي احنا واخدين به تكليف اللي هو عن نهاية السنة دي ان شاء الله اللي هو 20-30 دي المناطق العشوائية غير مخططة اللي هي بتمثل 47% من العمران في مصر فدي طبعا يعني عوالا تكلفتها عالية جدا التعامل مع المناطق الغير مخططة اصعب شوية لان دي يعني مناطق قائمة هيحصل فيها بنية اسية جديدة ممكن فتح طرق فبتاخد وقت شوية عشان كده معمولة على عشر سنين